حذرت منظمة أنقذ الأطفال من أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وانهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوياته التاريخية في الشهر الماضي يدفعان المزيد من الأطفال إلى الفقر والجوع مع عدم قدرة الأسر على شراء الطعام في الأسواق المحلية وقالت المنظمة في بيان لها أن العديد من الأطفال يعيشون على الخبز والماء مع أثار مدمرة على صحتهم مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية المستمرة وتقزم نموهم البدني والعقلية وأوضحت المنظمة أن المزيد من الأطفال يتجهون نحو حافة المجاعة في بلد يواجه أكثر من نصف سكانه نقصا حدا في الغذاء وأكثر من 400 ألف طفل دون سن الخامسة على بعد خطوة واحدة من المجاعة